السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتما تشاهدوا الفيديو واليوم ان شاء الله سنجدوا واحد الوجبة دي الافطار اللي تجي رائعة وكتجي لديدة ومرة مرة بحلها نغيره بسم الله على بركتي الله انا عندي هنا البدينجان هو اللي سنبدأ به هو الول انا عندي حباس دي البدينجان كندرهم هكا في واحد الصيني دي الفران وعندي الفلفلة وكندخلهم الفران كيت شوى وعلى خاطرهم صافي وعندي هنا يا كمية دي الخيزو او الجزار عندي هاد الخيزو الصغير كنضيف عليه شوية دي اللماء وكنضيف عليه شوية قبصة دي الملح وكنديرو كيت سلق بعد ما كتتتصفر عليه الكوكوت كنخلي عشرة دقيق فقط وكنطفى عليه باش كيبقى شوية شاد وعندي هنا يا روعة الحبيبات هكا دي البطاطة وما فيها بس وخاكي مرة 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 كنضر عورو هكا روسنا صافي كنقطع هدلطات هكا كنقطع هكا على شكل كاري مرصوت هكا على شكل مربعات كنستمر بحال هكا حتى كنكملها وكنعودها في الغسيل باش كيتنقسمها من هدك النشا باش كتبقاها كشدة كندير فوحة تجرة ونضيف عليها الماء وضفت عليها هنا شوية دي الملحة كنحطها كتتسلق على عافية اللي كتكون مهيلة هنا كنجيب واحد الكوكوت وغادي نجيب واحد الحبة دي البصلة بحال هكا كنشلطها رقيقة كندير دوك المرصوت هكا كرقاق كنفرشوها في الكوكوت هي اللولة وكنحطها على جنب صافي هنا نجيب واحد تلتمية وخمسين غرام ديال الكفتة او اللحم المفروم كنحكو عليه واحد من نص دي البصلة عندي بصلة هنا صغيرة لحال الكيمياء قليلة دي البصلة بحال هكا لأن البصلة غادي نحتفض بها وكندير هنا ثلاثة لحصوص ديال التومة هنا لما عندناش الكفتة هكا ديال لحم البقري او اللحم الحمر كنديرو بحال هكا كنديرو ديال الدند او كنديرو ديال ديال جاج لحسب المتوفر كندير هناك قصفر المعدنوس متقوقين كندير العطرية عندي الملحة عندي سكينجبير عندي التحميرة الكمون القصفر يابس ورس المعلقة ديال الفلفل اسود او البزار كنديرو هنا الكوركوم او الخرقوم البلدي صافي كنضيفهم عليها او الخرقوم البلدي ولكوركوم البلدي صافي 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 بعد مدلكنا الكفتة ديالنا غدي نديروها بحال هكا على شكل الاصابع كنديروها في الشكل اللي بغينا صافي كنكوروا لهكا الكفتة ديالنا كيف ما قلت لكم ارا هم بشي مشكل الكفتة اللي متوفرة عندنا حتى ديال السرديل را قدروا نديروه بحال هكا غير غنقوه في عطوبة تهيارة كالجيزويينة صافي كنستمر عليه حتى كنكمل الكمية اللي عندنا وقنحطها على جن حتى ديال السرديل هنا بعد ما اعطو الكفتة ديالنا واجبت هكا ذيك البصيلة اللي بشلضة هكا كنسرحها وكنحط فوق منها هكا الكفتة سوف يكن ستفى بحراكة سوف نضع كمية يمكن ان نضع السودانية و نضع السودانية و نضع السودانية و نضع الكوكوك ينضع السودانية نضع السودانية نضع السودانية نضع الخل و زيت زيتون نخلطها في طبقة تقديم نضيفها في طبقة تقديم نضيفها في طبقة تقديم نضيفها السيطان نضيفها في طبقة بفرن نضيفها في طبقة تقديم الكمون. هذه هي تتبيلة اللي غدي نتبل بها خيزة او الجزر. حتى هو كنوجده كنحطه على جن. هنا يبعد ما شوينا هكا الفلفلة. قطعناها كارقة ارقيقة. حي دنا لها زريعة وكنقطعها وكندقها هكا مزيان. كنهرسها مزيان بحلاكة. كنحطه على جنب. كنرجع لبديجان دينا. حتى هو بعد ما تشوى. كنقشروه. كنحيدول هاد القشرة. وكنستمروا لي بحلاكة. حتى كننقعوا الكمية اللي عندنا دي البديجان. صافية. كننقعوا البديجان كامل. وكنهرسوه مع هديك اللاب الفلفلة. كنهرسوها كبوحة شوكة او فورشت. حتى كيتهرس لنا بزيان. وغدين نتبلوه حتى هو. بعد ما كنخلطوها هكا مع الفلفلة. شوية الملحة. شوية الكمون. شوية القصور المعدنوس. وشوية دي البصلة. هذيك البصلة هكا فرقتها على هات الصلاطة كاملة. وشوية دي الخل. شوية زيت البلدية او زيت السيتون. صافية هنا كنكونو كب مننا. الخلطة دياننا. وغدين نحطوها فطبقة تقديم. بعد ما دل كنهم زيان بوحة الشوكة. كتجي اوكلة رائعة. والكفتة راح نخليناها على عفية مهيلة. راها كتصفر ناقصة. كتبقى معنا بحلاكة خمستاشر دقيقة. كنخلي واحدة كتبدا تنشف. هيا كتجي هكا شوية كتجي رائعة وكتجي لديدة مع هاد البصلة. ثم شفتو معايا كيف هش جات محمرة. حتى هي غدين نحطوها فطبقة تقديم. وهنا كنكون وجدنا هكا الوجبة دياننا. وكنقول لكم صحة وراحة ولعجبكم الفيديو. ما تنسوا الشاركو في قناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا جديد. نجدد على القناة واللي قدام. كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. وما تنسوش لي اوحد اللايك. الله يجزيكم بخير. وغدين نخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة